هتوقف في أول سؤال قدام سؤال تكرر لحد قبل ما خش 161 مرة بجد مش بهزر ومش بقول رقم وخلاص لكن السؤال تكرر 161 مرة السؤال جيه وهو بيسأل على الأرباح والفوائد البنكية طيب لكن طبعا 161 مرة أنا مش هقف قدامهم هقف قدام رسالة وحدة جياني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا فضلت الشيخ هسألك سؤال وأرجو أن يكون عندك الجرأة وأنت اتق الله وتجيب على السؤال بعيدا عن كلمة أجازته دار الإفتاء المصرية التي تلبس بها على الناس أمور دينهم قل رجلا واتق الله وفكر في آخرتك وانطق بالحق في حكم الفوائد البنكية طبعا الرسالة ما تغضبش وما تزعلش بعيدا عن الأسطوب الفج المنكر اللي احنا بنكلم بين الناس أبدا خالص إنما أنا هقولك يا أخت الكريمة ياللي مش هذكر اسمك حضرتك هتقبلي قولة الحق أولا أسأل الله العلي القدير أن يلهمني الحق على الدوام اللهم إني أعوذ بك من أن أقول ذورا أو أن أخشى فجورا أو أن أخشى فجورا يعني الاثنين أخشى وأخشى صليتوا على الحبيب لكن الأهم حضرتك هتقبلي قولة الحق حضرتك عندك استعداد أنت والسادة المشاهدين والمتابعين ولما المقطع بينزل على السوشيال ميديا تتلقوه بأذن صاغية وبقلوب واعية خلينا أقولك في البداية أنا أكسم بالله العلي العظيم منذ أن وطأت أو منذ أن دخلت قدمي إلى قناة النهار أنا عمري ما حد قال لي لا تقول ولا ما تقولش ولا حد تدخل في موضوعات وآخر اتنين بس في البرنامج ده أو في البرامج السابقة الأستاذة مونة والأستاذة رانيا وما يقدروش يقولولي يقول ولا ما تقولش إنما أنت شدت على المشاهدة دي أنت أغلصت على المتاصلة دي أنت كلمتها بعنف بس يعني الأمور اللي هي الإتيكات زي ما بيقوله لكن الحلال والحرام محدش بيدخل فيه وده ربنا شاهد عليه طيب خلينا نروح للقضية بحكمة وبموضوعية وبقول لكم اللي هقوله ده هذا الذي ألقى به ربي سبحانه وتعالى وهو ده اللي هقف بي قدام ربنا وهو ده اللي أسأل عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى أحلى حاجة في مصر اليومين دول إن انت تطلع ترند وتقول حرام وتقول ربا وتخرب الدنيا وتبقى الشيخ اللي هو الفريد في زمانه والعالم في عصري لكن ده يرضي ربنا هل الصح إن أنا أخد حكم أنا متبنيه وأقوله للناس وألزم به الناس لا ده مش الحكم إنما اسمع الحكم بقلب صفي وبعقل جلي اسمع الكلام ده كويس قوي العلماء لما نظروا في الأرباح البنكية وشهادات الاستثمار وكل المعاملات البنكية كليهم فيها رأيين صليتوا على النبي الزين صلى الله عليه وسلم أول رأي يرى أن أرباح البنوك محرمة وأن العلاقة بين البنوك والعملاء علاقة قرد وكل قرد جر نفعا فهو من الربى المحرم والقرآن واضح صريح في قول الله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرْ وَمَ الْرِيْبَا ده أول حكم أو أول قول للعلماء الفريق الثاني من العلماء يرى أن أرباح البنوك وشهادات الاستثمار من قبيل المعاملات المستحدثة التي لا سابقة لها في الفقه الإسلامي بيقولوا أن الأمور دي مستحدثة خلي بالكم ومن هنا قالوا بأنها حلال حلال ليه؟ لأنها أمور مستحدثة وهي حلال لا شيء فيها يبقى احنا قدام فريقين فريق حرم وفريق أحل طيب دار الإفتاء المصرية العامرة التي نحن دائما نهدر حقها ونسيء إلى علمائها وأقول هذا حسبة لله بقولي الكلام ده لأني دخلت دار الإفتاء ولأني اتدربت في دار الإفتاء ولأني أرفت يعني إيه كلمة صناعة الفتوى ويعني إيه مفهوم الفتوى ويعني إيه إن الفتوى أن تتجرد من كل حوى وأن تتجرد من كل شيطان ينزغ في قلبك أن تنزل الناس على رأي واحد دار الإفتاء تبنت الرأي اللي هو بيقول إن المعاملات البنكية وشهادات الاستثمار عقود مستحدثة لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي قبل كده وعلشان كده قالوا بأنها حلال طيب مش معنى دار الإفتاء اختارت الرأي ده بالذات أقول لك قالوا أول حاجة لإني ما كانش ليها نظير يقيسوا عليه ما كانش في حاجة زيها عند أبو حنيفة ولا الشفع ولا مالك ولا أحمد ولا الأوزعي عشان يقيسوا على الكلام ده فيقدروا يقولوا حلال ولا حرام فنظروا المسألة على أنها جديدة طب السبب الثاني المسألة خلافية زي ما حضرتكم عرضت كده فريق الحلال وفريق الحرام فريق الحرام وفريق الحلال يبقى المسألة خلافية طيب والمسائل الخلافية لا حرج على من أخذ برأي أحد من العلماء ثاني المسائل الخلافية لا حرج على من أخذ برأي أحد من العلماء هذا الذي أدين الله به وألقى الله به وأقف بين يدي الله به ووالله ثم والله ثم والله لو قالوا لي قول غير كده مليون مرة لو هقعد في بيتنا مش هسمح بكده لكن أنا بقول لكم علشان أصعب حاجة لما احنا بنفصل الكلام ده أقول لك شفت الصداب تعمل حقومة أصلهم اللي قيلوا لي قول كده الصنقانات أعادوا في البيت والله لم يحدث وأنا بقول لكم الكلام ده بتجرد لله عسايا أن ألقى الله الآن فأقول له يا رب أنا قلت كده وأقول له يا رب حاسبني على ده صليته على الحبيب صلى الله عليه وسلم فالأمور المختلف فيها محدش ينكر على حد فيه أنت راجل عايز الفايدة خدها وأنت في راقبة من أجاز وانت حضرتك راجل عايز تتورع وتبعد وتاخد برأي من حرم حقك ومحدش ينكر عليك طيب في نقطة قاعدة تانية أخيرة وانهي بيها الكلام أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة دي قاعدة في أصول الفقه له بتاعت مصر ولا بتاعت ليبيا ولا بتاعت السعودية دي قاعدة في أصول الفقه قاعدة من زمان أوي من أيام الإمام الشفعي ومالك وبو حنيفة من أيام الإمام الشفعي الذي أول من كتب في أصول الفقه أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة فصدر عندنا القانون رقم 88 اللي هو قانون البنوك المصرية لسنة 2003 ولايحيته التنفيذية التي صدرت عام 2004 خلصت الكلام قبل مطلع الفاصل حضرتك عايز تأخذ برأي من أجاز على العين وعالرأس وتقلد من أجاز لا حرج عليك ولا إثم عليك وأنت ورأيك عايز تأخذ برأي من حرم لا حرج عليك ولا إثم عليك ولا ينكر عليك أحد ولا يتهمك في دينك أحد فقط لا تنكر على أحد في مسألة فيها خلاف بعد النهاردة لن أجيب على أي مسألة تتعلق بالبنوك أو بشهادات الاستثمار أو بالأرباح أو بفوائد البريد وهذا الذي أدين الله به ورسوله وهذا الذي ألقى الله به وهذا الذي أحاسب به بين يدي الله وهذا الذي أقف به بين يدي الله قلته من باب العلم متجردا مخلصا صادقا النية مع الله سبحانه وتعالى لا أماري فيه أحد ولا أحابي فيه أحد وإنما كلام أحاسب فيه بين يدي ربي